السلام عليكم الله يصبحكم بالخير ما أجمل الأجواء شو ما شاء الله على شروق الشمس يا سلام يا سلام يا سلام والله يا محمو يا مغمو والله بيوت الله هي أماكن الطمأنينة وأماكن الراحة يا كثرة لتي صلات أنا محمو أنا مغمو من دبل تنسبتي أنا منفس قسما بالله لو ترتبط في بيوت الله ما تنفس الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إن شراح الصدر تراه مسألة عظيمة سأل الله الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك إن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلى ربه لأن الإنسان إذا ضاق صدره مستحيل أنه يدعو إلى الله أنه يتنقل إنه يمشي ضيق الصدر مصير بعض الناس يظن أن السعادة في أمغازلة المعاكسات المحرمات العلاقات المحرمة رب الكعبة تدري وين السعادة وين أخوك أن يتعلق قلبك ولكن ما يتعلق ببنته ويتعلق بولده ويتعلق بأمر الدنيا ومحرمه يتعلق في بيوت الله إيه والله في بيوت الله أسهل شاهدوا رواد المساجد هذه الخطوات يكتبها المولى جل وعلا عنده يوم القيام الله يا طالب الجنة يا طالب الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الجنة تبعمل تبج آه تدري وين الراحة الراحة والله في أول قدم تضعها في جنة النعيم هي والله أمسكين بعضهم مشغول بالعلاقات المحرمة ومغازل وعلاقات واتصالات وبرمضان مشغل النفسه في الحرام وبالأسواب ومشغل النفسه نسأل الله السلامة والعافية على ليش؟ إنه بس بيسعد نفسه أخوي الغالي والله السعادة عند رب السماء والأرض أقسم بالله لن تجد السعادة إلا عند الواحد الأحد الله أكبر ترى ربي يا غالي الآن الله يرانا يرانا الآن من فوق سبع سماوات يراني ويراك ولكن اجتهد اجعل ربك يراك يا غالي وأنت بأعمال طيبة تقربك للواحد الأحد الله أكبر الله يسعدكم يوفقكم حبيت أن يعطيكم بعض المقتطفات أسأل الله أن يشرح صدري وصدرك وفكر في التوبة هو اجتهد أكبر ونخوك